السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم معنا اخوتي في الفيديو جديد. وهذا الفيديو عم تتكلمون لمنتخب المغربي ضد منتخب ليبيريا. المقابلة لتصفية كأس افريقيا للامم الفين وربعة وعشرين. اغلبية احيان عاد تكون هذه المقابلة الشكلية فقط لان منتخب الوطني باقي للجوج مقابلة التصفية ومحتاج نقطة واحدة الى المرور الى كأس افريقيا للامم الفين وعشرين. اذا كأس افريقيا للامم تنادي المنتخب المغربي كما كان عارفوا. كأس افريقيا تنادي المنتخب المغربي كما كان. اذا قصنا نقطة واحدة وسنمر الى كأس افريقيا. اذا قصنا تشكيلة نموذجية دين المنتخب الوطني المغربي في مقابلة ليبيريا وهو كنا نتأهلنا. ولكن اريد ان تكون افضل تشكيلة لنقدموا احد مقابلة هنا في المغرب امام الجمهور المغربي في طبق الشاهيطة بعد الحال في هذه المقابلة التي نقدر ان نتصر بها بشكل نتيجة عارضة كما كنا كنا نتصنب الداهب بجوجة الاصابة لصفر والداهب كانت تقام في مدينة الضالبيضة على ما اعتقد في الضالبيضة او لا في الرباط كنا نتصنب حصة هدفنا صفر حقبال المدرب السابق واحد حقالي لوديتش. اذا في هذه المقابلة انا نتكلم فقط على قتل هجوم وكل اللاعباء اللي يقدر اللاعباء اللي يقدر اللاعبهم وليد الرقراقي وحنا كنا نعرفه هو وليد الرقراقي. كلاب قطس اربعة ثلاثة 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 وثلاثة دي المهاجمين اللي يقدر يعتمد عليهم في هذا اللقاء هذا. واولا زكريا بوخل اللاعب سولوز الفرنسي. اللاعب السابق الالكمار الهولنطي. هذا اللاعب اللي باقي شاب قد يقدم الأداء الكبير في البطولة الفرنسية خاصة بعد كأس العالم. قدموا هذا الاداء اللي وباهر كانت عن وجهة من يدي الاهدف الدوري الفرنسي الان. اللاعب لي هو منتصر زكريا بوخلال من افضل اللاعبين حاليا. كينا في المتخب المغربي. اداء صراحة باهر. كيقدم الاداء الكبير صراحة في المتخب المغربي زكريا بوخلال وخا هو كبديل. ممكن شوفوا فادي مقابلة امين حارز بدورك له البطولة الفرنسية بتطفرق اولمبيك مارسيليا بعد انه يكون التعالج. ممكن يعود معنا في هذه المقابلة. كل عاود يتيرون المتخب المغربي امين حارز. شنو كان عا يطلع عن كأس العالم ولكن للاسف كانت الاصابة يلي بعدت امين حارز انه يطلع عن كأس العالم وحرمات وانه يطلع عن الموضيال الثاني على التساوي لانه كان شارك شارك معنا طبيعة حالف الموضيال دي الفين وثمنطر والاصابة حرمات وانه يشارك في منذ يال الفين واثنين ووشين في قطر. وهناك في الرأس الحربة هناك ايوب الكعب يلعب السد القطري اللي يمشل البطولة القطرية وكان احد تصريح كان انه كان كان قال ان ايوب الكعب ما يمشيش لخليج ولكن في الاخر مشان السد القطري بطبيعة الحال. هو معارم في القضية للتركيا اللي ايوب الكعبي ممكن يلعب المدرب كأساسي في مقابلة ليبريا باش يعطيه الفرصة دي رواية ثانية الكابلة.